برح بالحلقة اللي عم تحكي عنا مع العميد روكوس بيقول لأول مرة رح قولها بصراحة وعلنا كل رفاقنا اللي كانوا ببيت ميري بما فيهم الرهبين تمت تصفيتهم وما حدا عم بيعلن هيدا الشيء أنا عم بقلك تمت تصفيتهم وقتلوا كلهم بس ما بعرف وين دفنوا مظبوط وله بيعرف وين دفنوا لأنا بعرف بس أتلون هونيك وفي شهود بسنة الماضي بموت شو المطلوب يا أستاذ ما معرف مين أتلون نعرف مين أتلون طيب عال بس ميتوا بحرب ميتوا يا خي عال بس بدي جتتون بدي عظمي من أعظامهم بدي أعطيها لأمو اللي ناطرة عند الإسكواء لعشرين سنة ناطرة ابنتا يرجع بدي أعطيها بدي قالوا ما بدي يوفيه ما بدي أعمل حارب أنا والسوري بس أنا بدي أعترف أنه أتلي رفقاتي وقال لي هاو أعظامهم هاو دي تربتهم وروح دفنهم بعد المفؤولين هاو دي الوحيدين المعروفين والمفؤولين ومين أتلون بكل الحرب اللبنانية هذا اللي عم بيحكي عنه أنا أعطيتوا براقة الزمة لما رأى زرتوا لبشار الأسد وما طالبت فيهم وما جبتهم يمكن طالب فيهم بس ما قدر جابهم يقول أنا بدي أرجع أنا وياك لما أنا حكيت بهذا الموضوع في فيديو كان الوزير باسيل عم بيتوجه لأهالي الضحايا البعض منهم يمكن فهم هذا الخطاب خطأ أو كان يعنيه بشكل ما تم فهمه مظبوط وأنت من عائلة قدمت شابين أولاد أختك اللي حكينا عنهم بحلقة سيبة أو ثلاثة أولاد أختي ساشهدوا بالحرب نحن والقوات الابدانية بأدمى أنا نصبك بثلاثة عشرين ايه اثنين بس اثنين نعم شابين وقت حكينا عنهم خليني شوف الفيديو بالأول وبعدين بنعلق عليه ما تراهنوا على فشلنا بالحكم بل انطروا المزيد من الطاقات كنا صورة معلقة على الحيط وربحنا اليوم نحن صورة بكل دايرة ليربح معنا كل لبنان هذه العبارة اللي استفزت كتار وقتا وعملت حملي على السوشيال ميديا انه مين قالك انه نحن ودينا ولادنا يموتوا تتكون صوركم معلقة بالدواري الرسمية كيف تلقيت هذا الخطاب؟ الحقيقة أنا سمعته بوقتا وسمعته مقطوش متل ما هلأ حضرتك قلته حطيته نحن لما قاتلنا يا سيستوني ما قاتلنا مع شخص الحقناي كزعيم سياسي نحن كنا عسكر والعسكري ما بيختار مين رئيسه العسكري بقول له هيدا هدفك هيدا معررتك تفضل عمله وبدو يعمل غصبا عنه اذا ما شمن طيبه بتحول محكمة عسكرية مش معيتي انا ما كنت مقتنع انا كنت مقتنع بكل اللي عملته وبكل الحروب اللي عملتها كنت مقتنع انا عسكري وكان في خطاب دغدغل مع شعري اللي انا ربيت فيها انا انا ضايعة بي عسكري الله يرحمه قاتل بالملكية اخوتي الاكبر مني ثلاثة عسكر بجونا كضايعة وكمنطقة جو العسكر يعني انا ربيين بهذا الجو الوطني منظيف العسكري يعني ما بيزعبير ومشان هيك هالالخطاب اللي نقال بسنة ثمانة وثمانين تغدغل مع شعري ورحت معه وانجرفت معه وماني اسفين ابدا يعني هدا انا بعدني مقتنع في هذا الخطاب وانتلق انا اذا هالخطاب بتسميعوني انا بعدني اوني اذا بتسميع امل انا مع امل اذا هدا الخطاب اسمه هيك هدا الخطاب السيئي ولكن تعليقا على ما قيل تعليقا اذا حدا قال له هيك اذا هو بيقصد اذا بيقصد جبران بيتي لوقت انه نحن قتلته تحطي الصورة بالإدارات العاملة انا قل له لا اذا بتغل نحن قتلنا تهي سير عندنا وطن انا قتلنا ليس كرميل شخص انا قتلنا مشروع دولي مشروع دولي ما في جيش محتل ما في ميليشيات دولة اون والمؤسسات التي قامت ثورة سباطات 20 كرميلها لان هذه هدفنا نحن نغمتنا بثورة سباطات 20 وقتنعين بهدا الفكر والنهج الذي ربينا عفاءه بالمؤسسات العسكرية بيوتنا لا نحن ما قتلنا كرميل هذا ولا كرميل صورة ولا كرميل صورة حتى الديث انا قتلنا كرميل نعمل وطن ما قلنا نحن؟ ليس قتلنا كلمة يا شخص أيّا يقوم هذا الشخص مع الاحترام للشخص كما قلت لك أنا مؤطنع بعدي بالمبادئ التي أعرفها من وقت ما فتع الجيش لليوم وما رح غير عنها لأنه برأيي هذا الرأي صاب وهذا ما يعمل الوطن